اليوم أنا أريد جاءت طبعا تعليقات على هذا الفيديو أنه تلتبس علينا الآيات التي موجودة في سورة البقرة اللي هي كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون وحل لكم ليلة الصيام ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ولا تنكح المشركات كذلك يبين الله لكم آيات لعلكم تعقلون ختام آيات الطلاق وعدكم كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في السؤال عن الخمر وفي المثل الذي ضرب أيود أحدكم أن تكون له جنة فبطريقة سهلة بسيطة وحتى نتفادى هذا الأمر وتكون هذه الآيات سهلة علينا أنه دائما شوفوا سووها مثل النقاط الله تعالى يرضى عنكم دائما تأتيني كذلك أولا دائما تأتيني كذلك إلا آية نكاح المشركات قال ويبين بدوني كذلك حتى أنا أفصل يعني الأربع مواضع ستكون كذلك دائما تأتيني كذلك هيا خلصنا منها ثانيا دائما تأتيني لكم إلا في آيتي أحل لكم ليلة الصيام الرفث هنا أي بيننا رب العالمين في ليلة الصيام ما هي الأمور التي هي ممكن أنه أنا أتبعها أو أنه ما أقع فيها ما بين الأزواج وكذلك لو تشوف أنه ما بين الأزواج وكذلك جاءت في نكاح المشركات يعني إيش عدنا عدنا أحل لكم ليلة الصيام هذه جاءت إيش للناس ما جاءت لكم للناس ولو لاحظتم لأنه قد يكون المسلم جاءت للناس بس أنا في عجالة وأنا ممكن شراحت كثير عن هذا الموضوع قد يكون متزوج من كتابية يعني اليوم أحل لكم الطيبات في سورة المائدة وطعامكم حل لهم وطعامهم حل لكم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب فالناس لما قال للناس في نكاح المشركات وفي أحل لكم ليلة الصيام رفثوا إلى نسائكم قد تكون زوجتك أنت ليست مسلمة يعني قد تكون كتابية فهذه الكتابية ممكن أنه ما تعرف ببعض أحكام الصيام فيما يخص الرجال وفيما أنه قال ولا تباشروهن لا تجامع النساء في نهار الصيام فهي راح هي داخلة ضمن الناس هي ما تصوم هي ما راح تصوم رمضان لكنه هي راح تكون داخلة ضمن الناس فجاءت الآية بالأخير كذلك يبين الله آياته للناس ما مثل لما جاءت في آيات الطلاق قال وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين المتقين قال لكم كذلك يبين الله آياته لعلكم لكم للمتقين خاصة اللي راح يطلق فيا أيها المتقي أنت الخطاب لك وجاءت لكم أيضا وين يسألونك من الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر والميسر المسلمين لكم وجاءت لما ضرب المثال أيود أحدكم أيتكلم لكم أيتكلم مع المسلمين فجاءت لكم في المواضع اللي هي وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين أنتم كذا لكم ويسألونك لكم أيود أحدكم لكم إذن هذه عرفنا وين كذلك وين لكم راح تجينا قضية آياته والآيات آياته دائما فكر فيها بالأحكام والحدود التي يأمر الله سبحانه وتعالى بها وأن نتبعها فتأتي آياته يعني تأتي بال يعني تكون أخص وأعظم من الآيات أخص وأعظم من الآيات لحق أحلى لكم أي بين لنا الحلال والحرام هنا بحدود لما يقول لك تلك حدود الله عرفتم لا تنكح المشركات هذا أوامر وهذه حدود وأحكام فجاءت آياته بينما وكذلك في الطلاق بيّن لنا أحكام الطلاق قال آياته إذن جاءت لديه ثلاث مرات آياته فيما يتعلق الأحكام بحدود الله سبحانه وتعالى بينما لما كان هناك سؤال أو ضرب مثال جاءت بالعموم الآيات ما جاء فينا مثلا لا آيات عفوا أحكام أو حدود بينها يعني يسألونك عن الخمر والميسر يقول فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما هنا لم يحرم الخمر بعد كانوا مجرد سؤال وجواب على السؤال وأنت تعرفون المنافع أنه كانت تحدث في ذلك الوقت من التجارة كانوا تاجرون كثيرا فيه يعني يمكن كانوا ما يشربون الماء كانوا يشربون الخمر أكثر من شربهم للماء عرفتم كيف أحبتي فنقدر أيضا نقول بأنه مرتين جاءت الآيات في سورة البقران في الخمر وجنة احترقت في الخمر وجنة احترقت واثنيناتهم ختمت لعلكم تتفكرون دائما السؤال لما يسأل يدعو صاحبه إلى أن يتفكر بالجواب الذي قيل له قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما هذا الجواب الذي صدر يدعوك إلى التفكر وكذلك المثال الذي يضرب أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفة فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت أيضا يدعو إلى التفكر فإذن كلتا الآيتين في السؤال وضرب المثال دعوة للتفكر فقال لعلكم تتفكرون وهذه لا إشكال فيها وحكيت لكم في المحاضرة السابقة لعلكم تعقلون ختام آيات الطلاق تحتاج إلى التعقل والحكمة باقي عندنا بس اللي هي أحلى لكم اللي هي إيش؟ نحن الآن نتكلم الصيام وكلتنا نعرف أنه آيات الصيام الغاية منها التقوى أنه هو مدرسة ربانية ندخل في هذا الشهر حتى أنا أطلع من ما حصل ما جماعت من أدران خلال لدع الشهر وأبدي أنا أتقي الله وأتقرب إلى الله سبحانه وتعالى فمدرسة رمضان للاستزادة من التقوى والتقرب إلى الله فبدأت آيات الصيام بالتقوى وختمت بالتقوى لعلهم يتقون ويبقى لدينا فقط قضية نكاح المشركات وبالعكس يعني ولا تنكح المشركات ولا تنكح المشركين ختمت لعلهم يتذكرون لأنه هنا التذكر ممكن للإنسان وخاصة مع الانفتاح الموجود اليوم أحبتي في الله الناس تخرج ممكن إلى الخارج وتصير علاقات وصداقات وهذا المسلم قد يكون بعيد عن أحكام رب العالمين وممكن يحب وحدة هذه الوحدة تكون من المشركات ويتزوجها متناسيا ما موجود من أحكام بأن الإسلام قد نهى عن هذا الموضوع لكنه صار الزواج ووقعت المصيبة بعدها بفترة وانتبهوا بارك الله فيكم بعدها بفترة جاء أولاد وكبروا الأولاد الأم على غير دين الإسلام ممكن أن تكون ممكن تكون يعني سافرة ممكن أن تكون تشرب الخمر ممكن أن تفعل أمور أو تأكل ممكن لحم خنزير أو ما شابه فالأولاد راح ممكن أنه يطلعوا أبونا الآن مسلم وهذا الوالد اللي كان شاب يوم اللي يزواج بعد عشرين سنة اهتدى وبدأ يصلي وبدأ أنه يتقرب إلى الله وبدأ يعرف أنه هذا حلال وهذا حرام فيريد ينصح أولاده لا يا أولادي هذا حرام هذا لا يجوز هذا لا ينبغي وهم مع أمهم وقد يكون الأولاد متعلقين بالأم أكثر من الأب وهذا حاصل لأنه الأب يكون خارج يعني دائما خارج يعني الشغل والعمل خارج المنزل فيكون تعلق الأولاد أكثر بالأم فيبدأوا يخذون من الأم أمور وتبدأ هنا المصيبة ويبدأ الأب والابن والبنة هذه أنه كبروا عبروا حد المراهق يقول لك أنا بكيفي أنا بالنسبة لي أنا أمي عتسوي هالشكل أنا مع أمي أنت ما تجبرني ذلك الوقت يتذكر يقول أخ أنا وين كنت لما أنا اززوجت ليش أنا ما اتبعت الآية القرآنية ولا تنكح المشركات أنا وين أروح أولادي ضاعوا مني أنا أريد أولادي وممكن أنه الأم في تلك الدول أن تقدم عليه دعوة وتحصل عليها أنه تأخذ منه الأولاد وهو ما يحصل كل شيء لعلهم يتذكرون إذن يتقون أحبتي في الصيام يعقلون لآيات الطلاق يتفكرون في السؤال وضرب المثال ويتذكرون في نكاح المشركين فأتمنى أن تكون هكذا وصلت لكم بالنسبة لكلمة كذلك كلمة لكم كلمة آياته والآيات وختام الآيات إن شاء الله تكون واضحة لحضراتكم ترجمة نانسي قنقر